من بارح كنت بتكلم على فكرة انه شيبي ضحية وضع قائم ضحية ادارة قاعدت فيه عشان يرفع ضيف محاكمة بدنية ضد حسين الشحات ضحية منظومة كراوية في مصر مدتش العقوبة اللازمة وقتها لحسين الشحات وكانت خلصت الحكاية ضحية جمهور بيضغط هنا وهناك ضحية يعني هو مش بني ادم شرير في الاصل يعني الناس بتحول بني ادم عشان عمل تاكلينج انه خلاص ده اسوأ بني ادم في الدنيا التاكلينج مرفوض والازية مرفوضة بس ده بيحصل في الدنيا كلها التجاوز مرفوض انك ترفع قضية في محكامة بدنية ده في رأيي انا عارف ان في بعض الناس بتختلف على هذا الامر يعني بس برضو مرفوض بس شيطانة البني ادم انه خلاص البني ادم ده بقى اشطان تماما ده خارج اطار الانسانية موقف تعامل معاب غلق بشكل خاطئ مبارح تلع برا تركيزه بشكل خاطئ كان بيحاول بشكل متعمد يقزي حسين الشحات فده شكل خاطئ بس الدبح ده بقى برفوضه فأيي بني ادم مش لعيب كورة بس اخطاء كتيرة بس مين اللي قاعد يزق فيه انه يعمل اخطاء دي كلها كل اللي حوالي انا فاكر مشهد مشهد حسين الشحات في المباراة بتاعت المشكلة الكبيرة قوي اللي بعد غالت رفع قضية وتوقف حسين الشحات مطشين والغرامة اللي ادعي الاهلي لحسين الشحات اللي واقع عضيت حسين الشحات دخل واعتذر للشيبي بعد المباراة والسور اللي جات لنا كان فيها تقبل من الشيبي اللي اعتذر في اللحظة دي تقبل واضح انه بني ادم يعني خلاص خلصة الحكاية التوابع بقى واللي زق الشيبي انه الموضوع يكبر قوي خلينا نشوف كل المشاهد بتاعتهم بقى اشكا بقولك هو ضحية لو انت بصيت على المشهد ده اللي من بدري قوي ده لما حسين دخل اعتذر للشيبي والشيبي تقبل بالسور كان ممكن تقلص الحكاية يا ساعتا بس فيه ناس قالك تعالى ننفق في النار شويتين تلاتة وبهم نسبة النار الوضع دلوقتي بقى فيه فوضى مبالغ فيها فوضى فوضى كل الناس ادارات واجهزة فنية ولعبين ومسابقات ونظام فوضى رجاءنا يا جماعة دي اللقاءة اللي كنتقول لك عليها راجل متقبل واضحة من السورة انه متقبل لاعتذر تخيل المشهد ده كان بعد الواقع الشهيرة مباشرة والراجل واقف مع حسين الشحات وبيسلمه على بعض وكان المشهد شكله حلو وفي احنا قلنا ساعتا كويس ان الموضوع خلص وتلمى على طول تخيل ده كان بعد الواقع على طول شفت الاتنين انبالح كانوا على شكلهم عاملت زي مع بعض اتنين مش طاين بقى يا مش عايزين يعروا من بعض بعد شهور ليه في ناس كانت عملة تنفخ في النار وارجع تاني نشوف السورة التانية قبل ما ارجع بص اللقطة دي بص الصورة دي دول ناس دي صورة الواحد كان ناوي بعد المباراة يروح يرفق قضية على زمينه بزمتك اصلا قال لك ساعتها ايه لما وصل الشيبي كان محرج وقتها وبعد اللي بتاع خد باله يا راجل انا شفت في السورة دي بني ادم طيب اللي هو الشيبي قلت والله قد ترخيره انه سامح بسرعة كده في ناس انا بقرر الكلام ده ليه عشان لما قلت انبارح انه ضحية نديه وضحية وضع قائم في المسابقات واللواح وتفاصيل كثيرة جدا ما كنتش بقول كده عشان هدافع عن الشيبي عشان شيبي اخطأ اخطأ جسيمة جدا انبارح جدا واخطأ عليهم موضوع القضية في محكبة بدنية بس مين اللي ولع النار جواه دور بقى دور حد قال لي اسمي في اليربيس بس مشان فاول نار نار